بسم الله والصلاة على رسول الله البواجي الشمعات وما هو دورها البواجي لها دور محوري في محرك السيارة هي التي تطلق الشرارة المسؤولة عن احتراق خليط الهواء والبنزين داخل استوانات المحرك حتى ينتج عنه توليد قوة الدفع اللازمة لتحريك السيارة مما يدل على ان لاداء البواجي هات دور فعال ومؤثر على السيارة فلو تعطل بواجيه واحد ذلك يؤثر السلبا على اداء المحرك لانه ايضا كباقي الاجزاء لديه عمر محدد خاصة مع تراكم الزيوت والكربون عليه شرح ونصائح علامات تدل على تلاف البواجي واحد استهلاك كبير للواقود فعندما تلاحظ ان سيارتك تستهلك نسبة كبيرة من الوقود اكثر من اللازم لا تتردد في الكشف عن البواجي وهذا العيب قد لايسم حلاك تستعمال السيارة بسهولة عند تشغيلها اثنان ضعف في قوة العزم هذا الخلال ستشعر به عند القيادة خاصة عند الطرق وفي المرتفعات ثلاثة تقطع في عمل المحرك اثناء الدوران نصيحة من موقع ميكانيكا مختار واحد قم بتغيير البواجي او فحصها كل عشرة الاف كيل متر حتى تحافظ على سيارتك اثنان عندما انتجد احدى البواجي تاري فتقم بتغيير البواجي الاربعة معاصلية حتى تحافظ على نفس اداء المحرك شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة